تحديات كبيرة تواجه حكومة التي بدأت تدخل تدريجيا إلى واقع البلد المثقل بالمشاكل وغياب الخدمات وتبيعات الحرب وما خلفته سيطرة الميليشيا من نهب لمقدرات الدولة ومواردها فالحكومة العائدة مؤخرا إلى العاصمة المؤقتة عدن أصبحت وجها لوجه مع مسؤولياتها تجاه المواطنين ومصالحهم في المحافظات المحررة في وضع تبدو فيه ملوية اليد وسقيمة الفعل جرأ استمرار سيطرة الميليشيا على موارد البلاد وعائداتها والبنك المركزي أيضا هذا الحال دفع بها للخروج ببيان تشير فيه إلى ما ترى أنه الحل الذي سيمكنها من الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطن والمتمثل بسيطرتها على العائدات من الصادرات النفطية حتى تتمكن من تقديم الخدمات للمحافظات المحررة وأهمها خدمة الكهرباء ينبغي على المجتمع الدولي أن يدرك أن لدى اليمن القدرة على التصدي لكل هذه المشكلات لو سمح للحكومة الشرعية فقط بالمضي قدما في بيع وتسويق نفط المسيلة وتحرير نفط رأس عيسى من سيطرة الحوثيين إن ذلك لا يحل مشكلة عدن والمناطق المحررة فقط بل ويعالج أزمة انقطاع الكهرباء إذن هي معركة أخرى تخوضها الحكومة التي تسعى إلى استعادة موارد البلاد من أياد الميليشيا وإن بدأ الأمر بالمناطق المحررة حتى تتمكن من التحرك والفاعلية على الأرض